هو حد يفتكر ان الشارع المصري ده شارع ممحي او ذاكرته مش موجودة او شعب يرضى باي حاجة لا 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 الشعب ده شعب عظيم شعب عارف حقوقه كويس لو اعدت مع اصغر واحد او اكبر واحد هيقول لك ما ده يحدث وعشان كده جماعة الاخوان ما فاهمتش الشعب ده تصورت ان كل من بيده السلطة يستطيع ان يفعل ما يشاء على ارض هذا الوطن وده غير صحيح يقول ان اقلوا تاريخ هذا الشعب وثوراته وعظمته على مدى عقود طويلة من الزمن عشان تعرفوا ما فيش حد يعرف يتحك على الشعب ده والشعب ده لما وقف وطلع في الشارع يوم 30 يونيو ومشينا من نقابة المحامين لنقابة الصحفيين لميدان التحرير لغاية الاتحادية والله واحنا مشيين شلونا على الاكتاف وعدنا نهتف قدام الكاتدرائية مسلم مسيحي ايد وحده ليه؟ ليه الناس عملت كده الناس عملت كده لانها كانت ترد بشكل حضاري على ما حدث لاشقائنا الاقباط في وقت سابق كنت تشوف في الثورة دي كل المواطنين المصريين 33 مليون مواطن مصري خرجوا الصعيد اللي ما خرجش في 25 يناير خرج في 30 يونيو ومشي في كل شوارع المناطق والمحافظات المختلفة رافعا صور القائد العام الفريق اول عفتة حسيس لما كنا عند وزارة الدفاع كان في مجموعات موجودة وقعدة معتصمة بقيدة اخونا من الاعلامي توفيق عكاشا كان موجودين بالفعل وقابلونا وارحبوا بينا وعدنا نهتف قدام وزارة الدفاع يا سيسي انت رئيسي ده كان شعار موجود عند الغلبان وعند ابن الطبقة المتوسطة وعند المواطن اللي خايف عن مصر ايا كان يعني وضعه الاجتماعي وايا كان انتماءه السياسي كنا كتلة وحدة كيان واحد بين طالب برجل نعرف تماما انه سينحاز الى الشعب المصري ندرك تماما انه ابدا لن يتخلى عن هذه المطالب وعايز اقول لكم وزي ملتلك في حلقات سابقة القائد العام الفتاح سيسي لم يكن يرغف الرئاسة ابدا احنا سمعنا ده منه اكثر من مرة واعيز اذكركم يوم 27 يناير 2013 او 14 بعد الثورة كان فيه اجتماع للمجلس الاعلى لقوات المسلحة وكان فيه مطالب جمهورية وطلعت الناس في 25 يناير كلها الطالب بعفتة سيسي رئيسة للدولة مرشحة للرئاسة دخلوا جوه اول ما دخلوا جوه فتحدث الفريق اولا فتاح سيسي ثلاث ساعات ونص وهو يشرح تقدير موقف استراتيجي ايه البلد فيها وايه المتوقع وازاي مؤسسات الدولة تأكلت وازاي الاقتصاد منهار وازاي القيم انهارت وازاي الدنيا بيزة ثلاث ساعات ونص واعضاء المجلسة للقوات المسلحة قاعدين يتابعوا بصم الناس شافت الصورة سودوية فبعد ما خلص رئيسها القائد العامة فتاح السيسي اتخذ التصويت عايز اقول لكم ودي حاجة يمكن بتقل اول مرة كل اعضاء المجلسة للقوات المسلحة عادة واحد او اتنين قالوا للقائد العامة بلاش تترشح يا فندم اشتركوا في القناة